حجب التليجرام في إيران يثير موجة غضب ويشعل الخلافات بين المسؤولين فبعد تصريح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي الذي أعلن بأنه سيتم حجب تطبيق التليجرام في إيران بتاريخ العشرين من الشهر الجاري بناء على تعليمات من المرشد علي خامنئي وذلك بسبب تهديده للأمن القومي الأمر الذي رفضه الرئيس الإيراني حسن روحاني معبرا عن استيائه من هذا القرار فيما أكدت النائبة في البرلمان فاطمة سعيدي بأن التطبيق البديل للتليجرام دون فائدة التليجرام في إيران هو أكثر البرامج انتشارا واستخداما حيث نشر تقرير لوزارة الاتصالات الإيرانية بأن مستخدمي التطبيق يتجاوز الـ 45 مليون مواطن الأمر الذي تعتبره إيران مؤشرا خطيرا وذلك بعد قيامها بحجب مواقع التواصل الأخرى كتويتر واليوتيوب والفيسبوك يذكر أن النظام الإيراني قام بحضر التطبيق بشكل مؤقت بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في عدة مدن كان آخرها انتفاضة الكرامة في المدن الأحوازية لمنع التواصل بين المتظاهرين الأمر الذي شكل خوفا كبيرا لدى النظام ما جعله يتخذ قرار الحجب بأسرع وقت خوفا من اندلاع انتفاضات قادمة واتساع رقعتها في البلاد يذكر أن نظام الإيراني قام بالإعلان عن تطبيق بديل للتليجرامة اسمه سرشا تحت إشراف الحرس الثورية مما أثار موجة غضب شعبية رفضت هذا التطبيق وأطلقت حمل في إيران بعدم استخدامه بسبب اختراقه لهواتفهم ومعلوماتهم ما يسهل سرعة الوصول إليهم